في الواقع اعتقدنا أن هناك عملية إعدام مخططة لها بالإبادة الجماعية ويجب على محكمة العدل أن تحدد التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني لقد فعلنا ذلك كدولة موقعة على الاتفاقية تماما مثل إسرائيل لأن كلانا موقعان على أننا لن نرتكب إبادة جماعية أبدا وسنقاتل كلما حدثت إبادة جماعية شعرنا بالأهمية عندما لاحظنا أن دولة طرفا في الاتفاقية تمارس ما تناولته هذه الاتفاقية فقررنا إعداد دعوة وتوجهت إلى محكمة العدل الدولية وقمنا بذلك نيابة عن حكومة جنوب إفريقيا